خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة كمان أهم المباريات اللي هتتلاعب في الدور الستاشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية وبطولة أسيا بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيعقد المجلس القومي للمرأة ندوى حول العلامة التجارية الجماعية كأدالة التنمية والحفاظ على التراث وده ضمن فعليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي انطلقت تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وده بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة النهاردة اتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني معرض للحرف التراثية والمنتجات اليدوية بيشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية اللي بتشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعده مع مبارتين مهمين في إطار دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية هيلتقي منتخب مالي مع منتخب بوركينا فاسو الساعة 7 بالليل الساعة 10 بالليل هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب جنوب إفريقيا العشاء الكرة الأسيوية موعدهم النهاردة مع مبارتين قويتين في إطار دور الستاشر من بطولة كأس أسيا هيلتقي منتخب أوزباكستان مع منتخب تايلند الساعة واحدة ونص الدهر الساعة ستة بالليل هيلتقي منتخب السعودية مع منتخب كوريا الجنوبية